بسماع في مهمات خاصة وتحديات كتير وهعمل مشاهد اكشن وتراجدي وطبعا ظهور شادي هيخلي ناس كتير تقول الكلام اللي كلنا حافظينه شغال بالوسطة والحقيقة ان ده عنوان ممكن نقوله على اكتر من فنان في الوسط الفني اللي دخلوا الوسط في البداية بسبب انهم ولاد فنانين مش اكتر ولكن نجحوا واسبتوا موهبتهم بعد كده اولهم واحد من اهم النجوم الكوميديا دلوقتي واللي الجمهور كله بيحبوا كريم محمود عبدالعزيز اول ما رشوفناه في فيلم النازر الناس قالت باس ده جاي زيه زي التانين ابن فنان وكده وتلقى ايه تحط في قيمة المغضوب عليهم لحد ما ظهر تاني في مسلسل محمود المصري مع مين بقاه؟ مع ابوه محمود عبدالعزيز وطبعا قادرين تتخيلوا الناس وقتها قالت ايه وفيد الكريم محطوط في نفس قيمة ولاد الفنانين المرفضين لحد ما عمل مسلسلين احزان مريم مع مرفة امين وبر الدنيا مع شريف منير وهنا شاف الجمهور في كريم فنان تقيل واقتنعوا به ورديوا عنه وواحدة واحدة بقى كريم دلوقتي واحد من اكتر النجوم المحبوبين في الوطن العربي كله واكيد هنتكلم عن الفنان محمد امام واللي مع اول ظهور ليه على الشاشة وبسبب انه ابن الزعيم عاد الامام شاف اتهامات بالوسطة من هنا وانتقاضات بهدف ومن غير هدف من هنا وده كان في فيلم عمارة يعقبيان مع عاد الامام رغم ان محمد اثبت موهبته في الفيلم وعمل دور صعب وقوي بشكل كويس جدا واللي زود الانتقاضات لما ظهر تاني مع عاد الامام في فيلم حسن ومورس الجمهور قال لا بقى هو كل شوية يجيب ابنه وبعدها بعد محمد عن والده وعمل فيلم البي رومانسي لوحده وحب الجمهور محمد وشافوا فيه نجم كوميدي جديد ومن ساعتها بقى محمد امام نجم وليه مسلسلاته وافلامه اما النجم الثالث فهو احمد السعداني وطبعا عارفين الهجوم اللي اتعرض له لانه ابن الفنان الكبير صلاح السعداني واول ظهور ليه كان في مسلسل رجل في زمن العالمة وبعدها فضل محبوس في التلفزيون لحد ما عاد الامام ادى له فرصة فيلم مورجان احمد مورجان وبعدها انطلق في السينما وحقق نجاحات كبيرة وحبوا الجمهور وشافوا موهوب ويستحق المكان دي واكيد ما ينفعش ننسى احمد الفشاوي احمد مع بداية ظهوره الجمهور ضمه في نفس القيمة ولكن احمد كان اسرع واحد فيهم ان الجمهور يتقبل ويحبه بدايته كانت في مسلسل وجه الامر مع الفنانة فاتن حمامة وبعدها مسلسل حديث الصباح والمساء بس اكتر عمل خلي الجمهور يحب احمد ويشوف موهبته هو المسلسل الكوميدي تامر وشوقية مع ما يكساب ورغم مشاكل احمد الشخصية اللي ان الجمهور لسه بيحبه ومستني منه يرجع لهم باعمال قوية زي زمان قلولنا مين اكتر واحد في الفنانين دول بتحبه وشايفينه يصحق المكان اللي هو وصل لها